في بعض الباكيجات ما تعطيك الرابط الخاص للنريل انجل لاحظ هذه النقطة يعني مثلا لما تحمل هذا الباكيج ويفتح لك في فولدر الواحد وهناك تخش على الفولدر ما تلاحظ أنه فيه رابط أو وصلة يفتح لك فيه هذا الباكيج فكل ما عليك في هذه النقطة أنك حتشاهد فقط ملفات هذه الملفات ما راح تفيدك يعني ما راح أنك تستعرض فيه الباكيج عن طريقة ملفات هذه إلا عن طريقة طريقة واحدة أنك تفتح مشروع جديد بأي إصدار أهم حاجة يكون الأصدار اللي يدعموا الباكيج يعني من أصدار 4.25 وفوق فتفتح مشروع جديد ثم تنقل الفولدر هذا اللي هو Dead City تنقله أو تاخذ نسخة منه إلى الكونتنت الخاص للمشروع ثم تفتحه عن طريق المشروع مثل هنا لو نروح إلى الكونتنت أنا وضعته هنا عن طريق Dead City فتروح إلى الماب مثلاً وثم تضغط على Dead City Demonstration فحيفتح لك إياه بهذا الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم شباب معاكم Game Designer طبعاً أشكر جميع الأشخاص اللي حقيقة يعني أبدوا رأيهم وأبدوا اقتراحاتهم بشأن تطوير القناة برضو كنت مضايق شوي الفترة الماضية ويعني ما زلت ما زلت لحد الآن يعني مستقر على الأوضاع اللي راح نتكلم عنها ولي راح تغير من سياسة القناة بشكل كبير وطبعاً أراءكم واقتراحاتكم وبرضو الاستشارات اللي أنتو أضفتوها في الحلقة الماضية سجلها كلها عندي يعني فما راح تتغير يعني بإذن الله وراح أطلع عليها بشكل أدق من المرة الماضية حتى نقدر نوصل إلى سياسة معينة نقدر نحن نستفيد منها إن شاء الله وراح أعمل حلقة خاصة أتوقع بعد أسبوعين أو بعد ثلاثة سبيع عن تطوير القناة بناء على الاقتراحات اللي أخدتها من عندكم طبعاً مثل ما أفدناكم في الشورت القصير اللي قمت بعمله إنه راح نعطيكم هديتين كل هدية تقريباً قيمتها عالية وكل هدية لها ذاك الوزن في مسألة تصميم وتطوير الألعاب يعني أول هدية ألا وهي باكيج جميل جداً ويعتبر من الباكيجات الضخمة والكبيرة حجمه بعد الفك تقريباً 13 جيجا فأتوقع أنكم راح تعانون في مسألة تحميله إلى أجهزتكم خصوصاً للأشخاص اللي أنت عندهم ضعيف طبعاً هذا الباكيج مثل ما قلنا اسمه Dead City طبعاً هو المدينة الميتة هذا الباكيج يعتبر صالح من أصدار 4.25 إلى 5.3 فمتمكن حقيقة هو عبارة عن باكيج في جزيرة محاط في جزيرة وفيها مدن يعني مدن قديمة مدمرة أتوقع ممكن بسبب زلزال أو بسبب كارثة كونية أو برضو بسبب هجوم أعداء من مناطق عدة أو من كواكب عدة أنت بإمكانك تعمل لعبة تفيدك في هذا الباكيج يعني أنا ما راح أعطيك الأولوية أنك تستفيد من هذا الباكيج بطريقة أصح يعني ولكن أغلب الأحيان هذا الباكيج ممكن يفيدك في الألعاب اللي فيها رعب الألعاب اللي فيها غموض أنا أنصحك فيها شوتر برضو يعني يعني بإمكانك برضو تستخدمه كنطاق حرب كمنطقة حرب تفاصيله جداً دقيقة يعني حجم الباكيج ضخم فيه من الأمور الكثيرة جداً يعني عدد المواد الموجودة فيه تقريباً فوق الأربعمائة مادة إذا حبيتها خامة إذا حبيتها مواد ثانية من عمارات من مباني من أمور مدمرة برضو موجودة بشكل جداً فضيع برضو فيها بعض الأماكن يعتبر داخلية مثل عندنا هذا المطعم اللي تقريباً ميزان وعندنا هنا بيانو وفيها صندوق يحترق ويعني حلو صراحة حلو أنك تستفيد منه في أمورك كثيرة ويعتبر من ضمن الباكيجات اللي حقيقة ما أعطي حقها سواء من ضمن المطور نفسه أو من ضمن الأشخاص اللي يمتلكون هذا الباكيج لذلك أنا رأيت من وجهة نظري أني أعطيكم إياه كهدية طبعاً هذا حيكون برضو كهدية لمدة أسبوع واحد بعدين حينقطع ولكن حتى أشوف إبداعكم فيه يعني هو فقط يحتاج إلى شخص يمتلك موهبة كيف أنه يطوع هذا الباكيج ويضيف له بعض المواد الإضافية من شخصية أساسية وبرضو من أعداء حتى يقدر هذا الباكيج يشتغل معاه بشكل فويل فأرح نشغل معاكم هذا الباكيج ونشوف القدرات الموجودة فيه طبعاً أول ما يفتح مانا الباكيج هنا طبعاً أنا عندي خاصية لما أستكشف أي باكيج طبعاً لما يكون خريطة مفتوحة أني أروح من فوق فنخلي سرعة الكاميرا هنا مثلاً عالية ثم نصعد فوق أنا يعجبني هذا المنطق لأني أقدر أعرف حدود الباكيج يعني لو نشاهد هنا أنه هذا عبارة عن جزيرة يعني تقريبية يعني مثلما نشاهد هنا مقصوصة الجزيرة غير مهمة عندهم الجزيرة بإمكانك تعدلها طبعاً إذا حبيتها لكن الحدود الخاصة للباكيج هي الحدود اللي يحيط فيها البلوكر هذا البلوكر يعني اللاعب ما يقدر أنه يطلع عنها في حالة أنك حبيت تشيل البلوكر هذا تقدر تشيله وتحذفهم لكن هي وضعت لك هنا حتى يكون اللاعب أو الأعداء هذا هذه تعتبر حدودهم كلمنا عنها توقع كيف تضع بلوك خاص لللاعب والأعداء أنك تمنع خروجهم من الخريطة بشكل كامل فهذا حدود الباكيج مثلما نشاهد مدينة مدمرة في وسط جزيرة بإمكانك تضعها برضو في وسط مدينة ثانية إذا حبيت خامة جداً رهيبة أنا أتوقع خامة جميلة هنا من أعشاب طينية تعتبر برضو الأشجار هنا أشجار علوية والعمارات هنا يحبض أنك تستكشفهم لوحدك يعني على فكرة داخلية وخارجية وليست بشكل خارجي يعني لو نخش هنا جوه العمارة نشاهد أن فيه مداخل يعني ينفع لألعاب الرعب وألعاب الغموض وألعاب المطاردة داخل عمارات فعندك خيارات أوسعة برضو هنا فيه طبعاً حفرة توقع وفيها نار تشتعل لما تشغل البكج حتشاهد هذه النار فهذه حلوة تكون مثل السيفر يعني لما تجي باللاعب هنا ممكن يرتاح في هذه المنطقة بعيدة عن الأعداء وبرضو هنا عندنا طيور تطير بشكل دوامة كأنه فيه شيء نحس يعني هذا يستخدم في الأفلام على أنه شيء غريبي يعني فيه شيء غامض يحصل في هذه المدينة والطيور تدور بشكل لو لبي أو دائري عندنا هنا برضو أتوقع هذه العمارة المدمرة بشكل كامل حقيقة وهنا فيه شيء له مطعم أو ما أدري إيش نسمونا يعني مو مطعم يعني مثل استعراضي باعة استعراضية موسيقية هنا فيه شخص يبيع خضار أو فواكه اللي أجبني هنا طبعا الناس اللي ما تتقبل هذا الشيء تسمونا أنتو هذا ضفدع ضفادع ضفادع محروقة يعني هذه الأكلة المفضلة لعب سي اللي يعرف فيلم عدنا ولينا يعني وهنا فيه أماكن طبعا لاحظوا حنا نتكلم عن أربعمائة كاعن تم ترتيبهم بشكل جميل جدا بهذا البكج بالإضافة إلى حديقة هنا جدا روعة وجلسة هنا برضو عندنا جلسة شجرية هنا ونهر وعندنا الجسر المهدم هذا الجميل حقيقة يعني بإمكانك برضو تعتمد كنوع قتال مفتوح عن طريق استخدام هذه المدينة اللي مثل ما قلنا هي مدينة مصغرة عملوها لك داخل جزيرة وهمية بإمكانك طبعا تكبر هذه المدينة مثل ما تحب بالإضافة إلى الشوارع طبعا يعجبني في المدينة هذه أن كل شيء فيها مدمر لا يقبل النقاش يعني ما تقدر هنا تستخدمها مكان لسكان هادي ممكن زومبي ممكن قتال شوارع فأنت هنا أمامك خيارات شاسعة جدا بالإضافة إلى المركبات هذه المدمرة بشكل كامل والقديمة يعني مر عليها الزمن وعندنا هنا مثلا خلينا أوريكم حاجة برضو لطيفة وجميلة تمثال هذا ما أدري أشيء اللي يشبه في حاجات حلوة حقيقة معمولة باحترافية قلنا نقول باحترافية عالية بالإضافة هنا آخر حاجة راح نستعرضها معاكم قبل ما ننتقل على البكج الآخر واللي أنت تقريبا عارفين أخذيني أسعد فؤوة بالإضافة للأشجار هذه عجبتني حقيقة والشيء الخاص هذا للبنايات أو الخاص للبناء فهذا واقف أتوقع أنه أشوف شكل الطيور بس ويطير طبعا هذا ليس الطيور يعني حقيقة لي وإنما لوبولي لأنك هنا ما راح تقرب يمها هي فقط موجودة فوق بشكل يحيلك إنها تطير بشكل لولبي أو دائري لشيء غريبي يعني حاصل يعني بإمكانك برضو تضعها في مكان مرعب مو شرط أنها تكون في وسط المدينة لا بإمكانك تصغر حجمها وتقلل عددها وتخليها بدوامة صغيرة جدا تحكم فيها فكل هذه الأمور هتكون ملكك بإذن الله لمدة خمسة أيام ففرصة إن شاء الله لا تعوض الروابط طبعا مو مني من نفس الشخص اللي أرسل لي إياها لذلك أنا استأذنت منه حقيقة أني أعطيكم الروابط فسمح لي فتح لي الموضوع ولكن لفترة محدودة لأنه ممكن تحذف في أي وقت لذلك هو ما أود أنه يحرج معي وأنا أيضا ما أقدر أني أحرج معاكم في حالة أنها حذفت خلال الخمس أيام فربنا يعين ولكن بعد الخمس أيام أنا راح أحذفها أساسا من اللينك فاللي يحصل عليها بشكل أفضل يكون أسرع له وأفضل له فهذا بالنسبة إلى البكج الأول اللي استعرضنا معاكم واللي عبارة عن المدينة الميت البكج الآخر اللي راح يكون بإذن الله هدية لكم هو نفس البكج اللي استعرضنا بالحلقة الماضية وهو Ultimate Multiplier Survival Back 4 طبعا أنا أعتذر منكم أني ما راح أقدر أعطيكم 5 لأنه صاحبها نفسه رفض أقدمها لكم كهدية ولكن بالنسبة للبكج الرابع أنا استأذنت منه فقال لي ما عندي مشكلة ولكن فترة محدودة يعني نفس المدة ستكون خمسة أيام حتى لا يتعمم الموضوع بشكل عشوائي ويكون مفتوح المجال فهي لمدة فترة خمسة أيام إن شاء الله حتكون مقبولة عندكم أتوقع أنه الأغلبية عندهم هذا البكج الفرق بين وبين الإصدار الخامس هو فرق بسيط جدا اللي أنا لاحظته أنه في أعداء من نفس البشرية يعني مش زومبي موجودين في مناطق متعددة حينفسونك على تجميع العناصر الموجودة بالخريطة هذا الفرق بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى من ضمنها تطوير الأسلحة بشكل أوريدي يعني بإمكانك أنت وإنت تقاتل الزومبي أو تقاتل الأعداء حيتطور عندك تقدر مثلا أنك تطور السلاح وتختار السلاح بشكل محدث أفضل من الإصدار الرابع بالإضافة إلى وجود المدينة الأخرى الموجودة بالإصدار الخامس طبعا هذا أتوقع بإمكانك أنك تضيفها بشكل شخصي لما تحصل على مدينة اللوب هولي من باكج آخر تقدر تضيفه إلى نفس هذا الباكج هذا برضو سيكون موجود لمدة خمسة أيام فأتمنى من الجميع الاستفادة من هذه المواضيع لأنها حقيقة يعني ممكن أغلبكم ما يحصل عليها بشكل سهل بالإضافة إلى أنه لما تأخذها من عندي بالموافقة من أصحابها حيكون مفتوح لك المجال أنك تستخدمها بشكل مطلق يعني مالي أو تجاري أو برضو يكون تعليمي فأنت يعني مخير في الاستخدام الأمثل لهذه الباكيجات فهذا كل شيء لهذا اليوم أتمنى تكون هذه الباكيجات نالت إعجابكم نشوفكم على خير بإذن الله معكم جيمز ديزاينر مع السلامة